أزمة كورونا ألقت بظلالها على قطاعات عدة وبحسب منظمة العمل الدولية فإن الشباب هم الأكثر تضرراً خاصة فيما يتعلق بسوق العمل حيث توقف أكثر من واحد من كل ستة شباب عن العمل منذ ظهور الوباء بينما نقصت ساعات عمل من ظلوا يعملون بنسبة 23% تقرير منظمة العمل يتوقع أن يشهد العالم تقليصاً في الوظائف لنحو 200 مليون من الموظفين بدوام كامل حتى شهر يوليو المقبل من بينها 5 ملايين وظيفة في الدول العربية فقط بنسبة 8.1% المنظمة الدولية تقول أن الدول العربية وأوروبا شهدت أسوأ تأثير في مجال التوظيف من ناحية النسبة بينما تركزت أكبر الخسارات من ناحية الأرقام في دول آسيا والمحيط الهالي في مصر قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل البطالة ارتفع إلى 9.2% في الفترة من نهاية مارس إلى نهاية إبريل الماضي بسبب جائحة كورونا وأعلن الأردن أن معدل البطالة بلغ في الربع الأول من العام الحالي نسبة 19.3% ليرتفع بذلك مقارنة من 19% فقط في الفترة نفسها من العام السابق وذلك بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الدائرة أوضحت كذلك أن معدل البطالة ارتفع بين الذكور وبلغ 18.1% مقابل 24.4% للإناث في الربع الأول من 2020 وفي المغرب أعلنت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع نسبة البطالة إلى 10.5% موضحة أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار 208 ألاف فرد في الربع الأول من 2020 على أساس سنوي أما في منطقة الخليج العربي فكانت العمالة الوافدة هي الفئة الأكثر تضررا حيث تنامت معدلات تسريح العمالة وجرى وقف التعيينات الجديدة وخفض الأجور ومنح إجازات إجبارية غير مدفوعة الراتل إذن كيف تأثر سوق العمل العربي بأزمة كورونا وما أبرز القطاعات المتأثرة وإلى متى ستظل معدلات البطالة في الدول العربية في ارتفاع وكيف يسهم إعادة النشاط الاقتصادي في الحد من تداعيات الأزمة هذه الأسئلة وغيرها نتناولها في هذه الحلقة مع ضيفينا من القاهرة دكتور علي الإدريسي نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ومن العاصمة اللبنانية بيروت سيد إلي يشوعي المحلل الاقتصادي أبدأ من عندك دكتور علي وكيف تأثر سوق العمل على المستوى العربي بجائحة كورونا منذ بدايتها وحتى الآن نبدأ كلامنا أن الدول العربية تتعاني من ارتفاع في معدلات البطالة ما قبل كورونا وده يمكن صعب الأمر لأن مع بداية التداعيات تبتدت معدلات البطالة أنها ترتفع على مستوى العالم ولكن على مستوى الدول العربية الأمور ازدادت سوءا نتيجة ما يسبقه من ارتفاع في معدلات البطالة كان لها أسباب كثيرة جدا أبرزها طبعا عدم الاستقرار السياسي في عديد من الدول العربية بجانب طبعا مشاكل متبطة بالتعليم وربط التعليم بسوء العمل ومشاكل كبيرة متبطة أيضا بضعف معدلات النمو الاقتصادي في عديد من الدول الأمر دوت القصر بشكل كبير جدا على معدلات البطالة العربية بجانب أن في قطاعات أكيد توقفت توقف شبه كامل سواء بنتحدث عن قطاع السياحة وقطاع الطيران وقطاعات أخرى تأثرة كقطاع النقل والشحن وغيرها من القطاعات الأخرى ولكن الأبرز طبعا هو السياحة والطيران والنقل يمكن تأثيره بشكل كبير جدا وده اللي أثر على معدلات البطالة وأدى إلى ارتفاعها في الوقت الراهن نعم طيب أذهب إلى المحل الاقتصادي إلي يشوعي من بيروت سيد إلي يعني هذه الإحصائيات في الغالب هي إحصائيات رسمية وغالبا ما تشير إلى سوق العمل الرسمية فماذا لو أضفنا إليها سوق العمل غير الرسمية أو السوق الموازية كما يقول البعض أو القطاع غير الرسمي نعم سيدي هذا الوباء شكل ولا يزال يشكل أكبر تجربة وتحدي للمناعة المالية والاقتصادية لكافة الدول العالم فالدول طبعا عند مناعة مالية واقتصادية وعند احتياطات مالية مهمة قادرة إلى حد ما أن تساعد شركاتها ومؤسساتها على عدم الإغلاق حتى ولو كان هذا الإغلاق ظرفيا وهون دعني أميز سيدي بالنسبة للشركات بين الشت دون وبين الأجزيت يعني الإغلاق الظرفي وبين تصفية الأعمال والخروج نهائية من القطاع أو من المهنة أنا أعتقد أن الدول التي عندها مناعة مالية أنا أعتقد أن شركاتها سوف تدخل في الشت دون يعني سوف تقفل ظرفيا بانتظار فعلا أن تمر هذه الجائحة الكورونية أو هذا الوباء القاتل دوليا وعالميا وخصوصا أن الدول ذات المناعة المالية كرست وقدمت بلاوت بلان يعني نظمت بلاوت بلان بمعنى قدمت مساعدات مالية لشركاتها وأيضا لقطاعاتها المنتجة والاقتصادية كافة من أجل مساعدتها على تخطي المصاعب والصعوبات إذن عودة إلى موضوع البطالة هذه البطالة أنا برأيي جراء طبعا وباء الكورونا هي زيادة ظرفية في نسب البطالة لأنه بعد مرة غالبيت الشركات هي مقفلة ظرفيا لفترة زمنية محددة وأنا أعتقد أنه اليوم العالم كله العالم كله أصبح نوعا ما أصبح يعني معتادا على كيفية الاحتراز من العدوى من هذا الفيروس وبالتالي أنا أرى أنه العالم كله سوف يفتح من جديد وسوف يستعيد كامل أنشطته وبالتالي هذا الشتدون سوف ينتهي ويعود العمال والموظفون إلى وظائفهم وإلى شركاتهم هنا اسمح لي سيد إلي أن أتوجه إلى الدكتور علي بناء على ما تقدمت بي سيد إلي يعني دكتور علي العالم سيعود كما يقول السيد إلي لكن المنطقة العربية وهي منطقة يمكن أن تصنف بأنها منطقة شابة بمعنى أن النسبة الأكبر من السكان هي في شريحة الشباب وأيضا يمكن أن نصنفها باعتبارها من أكبر المناطق التي تعاني من البطالة في العالم يعني ماذا سيكون الشكل عليه بعد أن ينتهي الإغلاق كما تفضل السيد إلي يمكن الدول العالم كله والدول العربية على وجه الخصوص ابتدت أن هي تعمل على فكرة التعايش مع وباء كورونا والغرض من دورة تقليل نزيف الخسايا الاقتصادية وتقليل أو الحد من ارتفاع معدلات البطالة بشكل عام يمكن زي ما حضرتك تفضلت وقولت المنطقة العربية هي منطقة شابة معدلات الشباب فيها كبيرة جدا وحجب الشباب فيها كبير جدا ولكن للأسف الشديد معدلات البطالة بين الشباب تعتبر هي من أكبر معدلات البطالة في الشباب على مستوى العالم يعني يمكن في 2018 عندنا معدل بطالة بين الشباب في المنطقة العربية ثلاث أضعاف المعدل أو المتوسط العالمي وده يمكن أزمة كبيرة جدا لكن يمكن خلينا نقول بعد تدعيات كورونا ما تنتهي وانتهاء الفيروس هيبتدي بشكل واضح معالجة المشاكل اللي كان بيعاني منها شباب العربي وإزاي أنه هيبقى فيه اهتمام بشكل أكبر بين المشروعات سواء كانت كثيفة العمالة من جانب أو الاهتمام بين مشروعات صغيرة ومتوسطة عندنا تجربة مهمة جدا في الاقتصاد المصري واللي بدأ يتحرك بشكل ما قبل كورونا بقوة على دعم المشروعات الصغيرة ومتوسطة عندنا برضو المملكة المغربية تحركت على ملف دولة وتونس الدول دي تحركت على ملف المشروعات الصغيرة ومتوسطة بقوة الغرض منه هو تقليل معدلات البطالة بين الشباب وإزاي أنه يبقى فيه ربط ما بين التعليم وصورة العمل بحيث أنه كمان البطالة اللي كان بيعاني منها الشباب العربي وبالأخص خارجي التعليم العالي تترين نهاية التدريب نعم طيب أذهب مرة أخرى إلى السيد إلي تحدثت قبل قليل عن أن الدول التي لديها مناعة مالية هي الدول التي سيكون وضع شركاتها ووضع العمال فيها أفضل بعد أن تمر جائحة كورونا بسلام وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عما تعنيه بالمناعة المالية وما موقف فكرة طباعة النقود مثلا من هذه المناعة أولا تعريفة إلى المناعة المالية هي الأحتياطات الموجودة في البنوك المركزية للدول لأن هذه الأحتياطات تأتي نتيجة الثقة أما نتيجة الصادرات وإما نتيجة الثقة في الدولة بمعنى أن هذه الدولة تستقطب استثمارات خارجية فهذا ما أعني بالمناعة المالية لكن عودة إلى المسألة العربية لا يجوز يا سيدي أن تظل الاقتصادات العربية إما اقتصادات نفطية وإما اقتصادات زراعية نحن نفتقر بالفعل إلى اقتصادات فعلا متنوعة واقتصادات معرفة واقتصادات قيمة مضافة مرتفعة واقتصادات سلع استهلاكية وهذا طبعا ما نحتاجه في العالم العربي لكي نخلق فرص عمل ولكي فعلا نقدم للشباب العربي الفرص الضرورية اللازمة لاستيعاب كل المهارات والمتخرجين من الجامعات داخل العالم العربي وايضا من الجامعات في العالم كله لذلك لا يجوز أن نستمر بالتركيز فقط على النفط والزراعة خصوصا أن النفط هي مادة شديدة التأثر بعوامل دولية شديدة التأثر بالاقتصاد العالمي بالنمو والاقتصاد العالمي تتأثر أيضا بالنزاعات بين الدول فلذلك إذا نريد فعلا محاربة البطالة لابد من أن نلج يعني اقتصاد المعرفة واقتصاد إنتاج السلع الاستهلاكية المتنوعة نعم ابقى معي سيد إليا الآن نتوجه إلى الوضع في لبنان حيث حذرت الدولية للمعلومات في آخر تقرير لها من ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 65% وقالت إن ما يقدر بمليون لبناني سيصبحون بلا عمل نتيجة تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية المتزامنة مع أزمة انهيار الليرة مليون عاطل عن العمل قريبا في لبنان رقم يكاد لا يصدقه أحد لكنه قد يصبح واقعا في غدون ثلاثة أشهر بحسب الدولية للمعلومات التي حذرت في آخر تقرير لها من ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل إلى 65% ما كان هو نتيجة تخيلات لا نتيجة قراءة لكل قطاع وقطاعه والواقع العام بعاني منه وبالتالي ممكن مع الأسف نوصل لهذا الرأم إن شاء الله تيجي معجزة أو ظروف غير متوقعة تحسن الوضع وما نوصل لهذا الرأم نحن اليوم عم نحكي عن نسبة 25% أو 32% من العاطلين على العمل قد نصل إلى 65% وهيدي رح يكون إلى تداعيات خطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان ألان مور شاب لبناني سرح من عمله مؤخرا فالشركة التي يعمل بها لم يعد بمقدورها تحمل الخسائر المالية الناجمة عن الركود الاقتصادي فكان خيارها الاستغناء عن عشرات العمال بدل إغلاق أبوابها حاولت أبرم على الشغل عندي ناس عندي معارف كثير عندي شرك أصحابي أنا كنت موظف قبل عندهم حكيت معهم كله بيقلك بعد كورونا كله بيقلك ملك الوضع أنه مش مانطي أنت جاي عم تسألني هلأ على الشغل أنه أنا وان بدي شو بدي أعمل اخترأ ببيتي لا بقدر أبرم على الشغل ولا فيك تسافر ولا فيك تشتغل ولا فيك تبرم على الشغل في لبنان فصول هذا السيناريو الأسود ستطال الأساتذة وعمال البناء والمصارف وقطاع الأعلام وعشرات ألاف اللبنانيين الذين يعملون في الخارج والموظفين والعاملين في المحال التجارية الصغيرة والذين يقدر عددهم بحوالي 500 ألف عامل بحسب آخر تقرير لمنظمة العمل الدولية سيفقد 195 مليون عامل في مختلف بلدان العالم وظائفهم هذا العام هو رقم كبير سيكون للبنان حصة فيه خصوصا أن تداعيات أزمة كورونا تترافق مع انهيار اقتصادي وانهيار للعملة ما يعني أن القادمة أسوأ بالنسبة للبنانيين الذين ينتظرون معجزة مالية تنتشيلهم من هذا المأزق ليلة خليل الغد بيروت نعود لضيفينا مجددا دكتور علي الإدريسي وسيد إليا شوعي دكتور علي قبل التقرير تحدثت عن فكرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنهيات الصغر وإلى أي مدى يمكن أن تستوعب جزءا من البطالة الموجودة حاليا وتحدث السيد إلي قبل التقرير كذلك عن فكرة ضرورة تنويع مصادر الاقتصاد في الدول العربية كي تستوعب ولا تكون عرضة للأزمات في ضوء ما شاهدناه من التقرير اللبناني كيف تنظر إلى إمكانية أن تكون هذه الأزمة أزمة كورونا منطلقا جديدا يسهم في الحد من أزمة البطالة في العالم العربي أكيد أزمة كورونا ستبقى في نفس الوقت فيها كثير من الدروس المستفادة العديد من الدول العربية أبرزها إزاي أن يكون الاقتصاد العربي اقتصاد منتج ما يبقاش بيعتمد على أن هو يكون اقتصاد ريعي بيعتمد على النفط أو بيعتمد حتى على تصدير السلع الأولية فكرة أن يكون الاقتصاد منتج بيعتمد على قطاعي الزراعة أو الصناعة في المقام الأول بجانب طبعا إزاي أن يكون الاقتصاد العربي مواكب ليه الاقتصاد العالمي وأن يكون فيه استثمارات أكبر فيه تكنولوجيا معلومات ويمكن فيه تجارب كتير رائدة في الاقتصاد العربي شايفين عديد من الدول زي الإمارات شايفين مصر بتدت أن هي تتحرك بعض من دول الخليج ولكن الفكرة كلها مطلوبة في الوقت الراهن لتخفيض معدلات البطالة زي ما اتكلمنا على مشروعات صغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال أيضا كمان زي أن في الوقت الراهن مطلوب استثمارات من جانب الدول العربية في ما يعقب فيه المشروعات الحكومية أو المشروعات القومية اللي بتدى أن هي تستوعب جزء كبير جدا من معدلات البطالة ويمكن في الاقتصاد المصر كان فيه تجربة مهمة جدا إزاي أن كان المشروعات القومية على مدار ست سنوات مدت قدرت أن هي تساهم بجانب القطاع الخاص في تخفيض معدلات البطالة اللي يمكن طبعا بترتفع بعض الشيء نتيجة تدعيات فيروس كورونا ولكن فكرة إزاي أن الحكومات دلوقتي تقدر تستفيد من الوفرات المالية بالنسبة لها ومن الاحتياطات الخاصة بيها في زيادة معدلات الإنفاق الحكومي سواء لدعم الشركات القطاع الخاص أو إقامة مشروعات تدعي أن هي تستوعب جزء كبير من التقاط العطل. نعم. طيب أذهب مرة أخرى إلى سيد إلي. سيد إلي تحدثت أيضا قبل قليل عن فكرة ضرورة التوجه إلى الاقتصاد المعرفي وأيضا أزمة كورونا أثبتت أو أوجدت تهديدا كبيرا لفكرة سلاسل الإمداد حول العالم في ضعوة هذه الأزمة بالتأكيد هناك فرص. ما إمكانية استغلال هذه الفرص بالنسبة لعالمنا العربي للحد من أزمة البطالة؟ يعني ما في فرص. يعني شو الفرص؟ الفرص هو فعلا أن يعني يرسم الحاكم سياسات اقتصادية مالية نقدية اجتماعية تصديرية سياسات ذات جدوى. هيدا يعني هيدا الأمثولة يلي كل حكامنا كل حكام العالم لازم يخدوها من هذا الوباء والاكتساب المناعة أنت حكيت عن لبنان أسمح لي أحكي كلمتان عن لبنان أنا ليش؟ ليش حكيت عن المناعة؟ لأنه بلبنان نحن فقدنا المناعة فاخدين كل كنا المناعة لذلك يعني خسائرنا اليوم بين خزينة مركزية ونظام مصرفي بين مصرف لبنان ومصارف تجارية تفوق 100 مليار دولار خسائر فأين المناعة؟ لذلك يعني الدولة اللبنانية لا تستطيع على الإطلاق مساعدة الشركات ما فيه إمكانية لبلاوت بلان من شال الشركات حتى أكثر من ذلك الممارسات المصرفية في لبنان اليومية هي ممارسات إفلاسية يا أخي يعني إذا الشركات بدأت تستورد وعند مال بالمصارف ما بتقدر تحرك أموالها وهناك تمييز بين الأموال القديمة والأموال الجديدة بينما الأموال القديمة غائبة مش موجودة موجودة دفترياً فقط الأموال الجديدة يستطيع صاحبها أن يحركها وأن يستعملها وأن يحولها إلى الخارج لاستيراد بعض الأمور يعني بعض السلع فالشيء بدأنا نقوله أهم شيء بالنسبة لكل دول العالم وخصوصاً الدول العربية أن فعلاً يحسنوا إدارة الموارد المتاحة في البلد إن كانت موارد طبيعية أو موارد مالية أو موارد بشرية هذا هو شغل الحكومات شغل الحكومات في القرن في القرن الـ 21 يعني ما بيجوز أنه فعلاً نفرّت بالموارد وأنه نذهب إلى يعني نغوص في مواضيع الفساد يعني وهذا الفساد موجود كمان داخل العالم العربي وخصوصاً في لبنان لأنه هذه الآفة يمكن فعلاً أن تقضي على كل فرص التقدم والإزدهار والنمو داخل العالم العربي وداخل لبنان نعم نعم إذن ابقى معي سيد إلي منظمة العمل الدولية تقول إن الزيادة النهائية في البطالة العالمية لعام 2020 ستتوقف بدرجة كبيرة على التطورات المستقبلية والسياسات المتبعة للحد من آثار جائحة كورونا وسط مخاوف من أن يصبح الرقم مع نهاية العام أعلى بكثير من التوقعات الأولية للمنظمة الدولية بحسب منظمة العمل فإن أربعة قطاعات تشكل من نسبته 37.5% من التوظيف العالمي يشعر العاملون في هذه القطاعات أكثر من غيرهم الآن بحد بحد تأثير الجائحة عليهم القطاعات الأكثر عرضة للخطر هي قطاع البيع بالجملة والتجزئة ويعمل بها 582 مليون موظف حول العالم ثانياً يأتي قطاع التصنيع ويعمل به 463 مليون ثم قطاع خدمات الأعمال والإدارة والذي يعمل به 157 مليون القطاع الرابع المودد هو قطاع الغذاء والفنادق الذي يضم 144 مليون عامل حول العالم وفي هذا الإطار دعت منظمة العمل الدولية إلى ضرورة تركيز الاستجابة لأزمة كورونا على أربع ركائز أساسية هي تحفيز الاقتصاد والعمالة ودعم الشركات والوظائف والدخل وحماية العمال في مكان العمل والاعتماد على الحوار الاجتماعي من أجل التوصل إلى حلول للأزمة نعود مرة أخرى إلى ضيفينا دكتور علي الإدريسي وسيد إليا شوعي دكتور علي الآن يعني يأتي السؤال ما هو الدور المطلوب من الحكومات على مستوى العالم وبصفة خاصة على المستوى العربي للحد من ظاهرة البطالة بالتزامن مع كورونا لازم يبقى فيه توازن ما بين استمرار العمل والحفاظ على صحة العاملين لازم يبقى فيه رجوع لعجلة النشاط الاقتصادي حتى لو بشكل جزئي أو ضمن ضوابط احترازية بتضحى كل دولة على حدى على حسب معدلات الإصابة لديها خلينا نقول كمان لابد من استمرار الدعم بالنسبة للقطاع الخاص وبالأخص الشركات العاملة في القطاعات الأخصى تضررا زي قطاع السياحة والطيران كمان ازاي نحن محتاجين يبقى فيه حوافز أكتر بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واستمرار المشروعات الحكومية وزيادة الإنفاق الحكومي في الوقت الراهن دي كلها خطوات محتاجين ان احنا نكسب فيها الجهود في الفترة الحالية نعم ومجموعة الدول اللي كانت بدأت في هذه الخطوات محتاجة ان هي تضعف جهدها في الوقت الراهن نعم طيب سيد إلي يعني ضخ الأموال وايضا استغلال كل الموارد هما عنصران مهمان كما تفضلت وطالبت بهم الدول العربية الى اي مدى يمكن ان يوجد بعد الجائحة ان شاء الله يعني مشروع يمثل مشروع مارشال مثلا في اوروبا فيما بعد الحرب العالمية الثانية او يعني يطبق نظريات حديثة في اعادة انعاش الاقتصاد العربي لسيما فيما يتعلق بالبطالة بين الدول العربية وبصفة خاصة الغنية منها تجاه الفقيرة دعني اولا ملاحظة سريعة انه هذا فيروس الكورونا الظاهر انه عملية ايجاد اللقاح معقدة جدا وبالتالي ما في امامنا غير فعلا العودة الكاملة الى النشاطاتنا الاقتصادية اليومية ولكن مع اتخاذ كل الاحتياطات والوقاية وايضا القيام بالتعقيمات والتطهيرات اللازمة هيدا 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 من ناحية هلأ نية من ناحية تانية مارشل بلان للدول العربية هيدا حلم يا اخي هيدا حلم نعم النفط اليوم النفط اليوم سعره في قعر الموج حتى الدول النفطية الاكثر انتاجا لهذه المادة عند عجوزات مالية كبيرة جدا فلذلك يعني ما كتير نحلم بخطط كبيرة وبمساعدات مالية كبيرة ما عدنا ببرميل نفط 120 دولار نعنى ببرميل نفط انجا انجا عم يتخطى 30 دولار وبالتالي يعني الدول التي تصدر النفط العربية تصدر النفط عم تشكي من عجوزات كتير كبيرة وعم تستعمل جزء اساسي من احتياطاتها من اجل فعلا تغطيت عجوزاتها ومن اجل فعلا مساعدة اقتصادها وشركاتها الداخلية لذلك يعني ما في عنا شيء اسمه مارشل بلان بعد الوباء في شيء اسمه سياسات اقتصادية رشيدة سياسات اقتصادية فاعلة ذات جدوى مبنية بعض مرة على التنوع على الاستثمارات على استعمال الكفاءات الشابة على القيمة المضافة لانه سر غنى الدول هو تحقيق القيمة المضافة يا اخي خط الموبايل فون هالموبايل فون هيدا شو فيه كلفة شو فيه ماتيريالز شو فيه 30 دولار لكن ادي عم ينباع ب600 ب1000 دولار شو في القيمة المضافة اللي موجودة بهذه الالة فاذا المستقبل هو للدول التي فعلا يعني تنجح في عملية تعظيم القيمة المضافة لانتاجه السلعي ولانتاجه بشكل عام اشكرك شكرا جزيلا سيد إليا شوعي المحل الاقتصادي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة اللبنانية بيروت كما تقدموا بالشكر إلى دكتور علي الإدريسي نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية كنت معنا من استوديوهات الغد بواسطة القاهرة انتهت فقرتنا في فاتورة الفيروس لهذا اليوم وفي الغد ان شاء الله يتجدد اللقاء مع فاتورة جديدة حتى ذلك الحين نترككم في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة